عملية ديمقراطية جديدة واستحقاق انتخابي تقوم به الحكومة الليبية مع وزارة الحكم المحلي في الأيام المقبلة تتمثل في انتخابات المجالس البلدية بعد تكليف المجالس التسييرية خلال المدة الماضية بالتسيير العمل بالبلديات التي انتهت فترتها القانونية وزير الحكم المحلي عادل الزايد وفي إطار التحضيرات المبكرة قام بجولة تفقدية إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية الآن موجود في اللجنة المركزية العليا الانتخابات المجالس البلدية بعد وصول المواد الانتخابية إلى مقر اللجنة المركزية وهذا العمل تم ونشكر كل من ساهم في وصول وتأمين ووصول هذه المواد إلى اللجنة العليا للانتخابات الزايد اجتمع مع اللجنة التي يرأسها المستشار جمال عبد الشفيع في مدينة البيضاء ونقشت الاستعدادات النهائية لعملية الانتخابات عقب الانتهاء من مرحلة الإعداد الزايد أوضح أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة لتحديد موعد الانتخابات وتحديد الأولوية لاختيار البلديات التي ستجرى فيها من هذا اليوم دقت ساعة العمل في هذا الأمر وأصبحت الأمور الآن بإذن الله 90% جاهزة وننتظر اجتماع مع السيد معالي رئيس مجلس الزراري تحديد البلديات اللي سنبدأ بها في العملية والاستحقاق الانتخابي عملية انتظرها الليبيون كثيرا لاختيار مجالسهم البلدية ومن يمثلهم لخدمة مدنهم ومناطقهم إضافة إلى كونها أحد الأهداف لبناء دولة ديمقراطية ولتعزيز إرساء مبادئ الحكم المحلي اشتركوا في القناة